السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة شيف صلاح البطني قبل ما بدأوا فيديو طالعا طالعا نهار اليوم ما تنسوا اشتصلي وتسلمون الله رسوله لي افضل الصلاوات على بالي كامل تحبوا التغيير والتنويع سرتوا مع هذا الرمضان اللي روح على الابو باللهما بالغنى رمضان رح نقطع لكم هذ الطبق المتنوع المختلف الزاكي والراقي في نفس الوقت فيه شحال من وصفة رح نشارك معكم وصفة صندويشات الكباب بالدجاج اللي رفقته مع صصة شامبينيون يجو بزا فبنا هذ الطبق من اروع ما يكون لازم تجربوه في هذا الرمضان وكي ما قلت لكم ايجي زاكي يعني يدي لكم كمية لبس بها خليكم معا الوصفان بدأوا لبركت الله مع صبعات تعنا انتع الكباب اللي راح نوجدوهم او نمارينيوهم عندي نصف دردجاج اشيتوا فيها نشوها دتلو شوية ملح شوية انتع فلفل الكحل كمية من الكصبر وعندي توبل تع الدجاج شوية ثوم غبرة وشوية بصل غبرة عندي فلفل احمر وشوية تع زنجبيل كمية من الزيت وعندي ربح حبا تعبصل اللي تكون طازجة ربيتها وضفتهم ايضا ملعاقة انتعلى شابلير او خبز يابس محمص ومرحي نخلطوا هذ المكونات كان مع بعض جيدا حتى ان ينسجموا ونتحصلوا على هذ القوام نحطهم من جهة ومن جهة اخرى رحوا نجيبوا بلاتو نفرشوه بورقة طهي نديروا له شوية انتع الزيت يعني نحطوا الزيت على ورقة طهي ونحاولوا نمشيوها بهذاك البنسو على كامل الوجه تع ورقة طهي وبطبيعة الحال رح نستعينوا بشوية زيت في يدينا ولا شوية تع الماء ورح نشكلوا صبعات بهذاك الخليط اللي وجدناها تع الدجاج مع التوابل ونحطهم في هذاك البلاتو على هذك الزيت اللي هنا اذا حبيتوا الكابة بتاعكم يجيكم يا نيتري بزيادة نحكموا حبات عبصل نربيوها ونعصرها من هذاك الماء ندولها شوية ملح شوية فلفل الكحل وشوية فلفل احمر ونروحوا ندهنوا هذك صبعاتنا بعد ما نفوتهم الفرن مهم اللي هنا نشعل الفرن تعنا على 180 درجة نشعلهم التحت ونزلوا نشعلهم من الفوق ياخذوا لهم المحمر ومرة على مرة نجبدوهم ندهنهم بالماء تعال بصل مع هذك توبل يقول لكم ملح فلفل الكحل وفلفل احمر من جهة اخرى بعد ما طابولين حطوهم يبردوا نروحوا نجيبو خبز طورتيلا تاني اللي رح نشكلوا به صاندويجات اليوم ان شاء الله رح نستعمل خبز طورتيلا من الطاكو كما كنتوا فيه حجم كثيرة كين الحجم الصغير المتوسط وكين هذا الكبير انتاع الطاكوس شوفوا يعني المنتوج تحتهم من اروح ما يكون دوبون كاليتي تتحكموا فيه كما بغيتوا ما يتكسر ما يروح ما يجي ما فيه قراسة ما فيه اريرقو اروح لانه سييتش حلم برودوي اللي قيت فيهم ملك القراسة وفيهم لا ديرقو ولكن الطاكو يعني يخدموا لكم منتوج هاي فريمان يعطيكم الصحة من بعد لانك موجود خبز طورتيلا من الاحسن انكم ادهنوه بالزيت ولا بلا مارغارين نحطو ذلك صباعات تاع الكباب بتاع الدجاج اللي وجدناه وروليهم بهذا الطريق على شكل صندويتيات وهذاك خبز طورتيلا اللي يبقى لنا يعني ما نخليوش فيه كيس ولا نعود ورجعه في الكيس تاعو ونغلقوه يعني الطاكورا مخمو فيكم ودلكم هذيك العفسار يتغلقو بها الكيس تاعكم باش ما يخسلكمش خبز طورتيلا وما يضربوش لهوا وينشفلكم ويبس ويخسرلكم وترميوها الهنا بعد ما شكلت هذوك الصندويتيات حطيت بلاطو دلت لورق الطهي وحطيت الصندويتيات تاعي وحاولت نقطحهم على شكل مقروطات اللي هنا كيما كنتشوفوا ولازم تدهنهم بالزيت الهنا الزيت تاعكم تقدروا ديروا لها شوية تعفل في الأحمر باش يعطيكم لون محمر ولا كوركم اللي صندويتي تاعكم وفوتوا من الفرن ياخذوا لون محمر من تحت وعلى الوجهة من جاء اخر نوجدوا السلسة تاعنا عندي مرمي طادرت فيها شوية انتعى الزبدة عندي نص حبة عبصل ارابيتها ضبتها وعندي كمية من اللي شامبينيون معروف انه اللي شامبينيون لازم نقليهم مليح مع البصلة والثوم ولا المعدنوس نزيدهم زو سنينة تنتعى الثوم ونخليهم يتقلهم مليح حتى نشوفوا اللون تحم بداية تغير نزيدهم كمية من المعدنوس وراح نقليهم كما قدتكم لمدة عشرين دقيقة نصف ساعة المهم حتى نشوفوا اللي شامبينيون تاعكم بداية تغير اللون تحم نضيفهم شوية انتعى بملح والفلفل لك حل ونخلطوا يعني نكملوا نزيدهم خليهم يتقلوا بعد ما يتقلوا لمدة عشرين دقيقة نروحوا نجيبوا كاس انتعى لها كرام فرش اللي هنا لقاهم تمنى تحكموا فيه دلوا كاس وشكيسان نص كاس كما تحبوا المهمة ندرت كاس وزيتلوا شوية عندي ايضا اللي هنا الكاتشوب اذا كان موجود اذا ما كانش ميهمش تقدروا في بلستو اربع ملعقة انتعى لها تومات كونسونتري باش يتعكم هذك اللون البني اللي كريمة تعكم فقط ونخليوها اعلى نرقليلها حتى نتقلها وهذي كلاسوس تعنا تبدأ تخذر الهنا بعد ما اخذوا الساندويش تعنا لون محمر كما كنت شوفوا فيهم نروحوا نقدموا طبق تعنا انا يا درت روز مع شعيرية معروف الوصفة اللي موجودة في اليوتيوب يعني درتها شحل مرة طيبوا الروز مع شعيرية مع شوية زبدة شوية ملح شوية انتعى الكركم فقط وتخليهم يطيبوا مع بعض نحمصوا السع شعيرية وبعد نحطوا الروز تعنا واللي هنا كما كنت شوفوا ساندويشات ايضا حطيتهم ديكوريت بهم البلاتعي حطيت كمية من السلاطة مع الخيار مع الطماطم ونديروا لهم الافينيجرات على الوجه ونزيدوا ونقدموا لهم لاسوس اللي هنا لاسوس انتو مالي تحكموا في القوة متاحة تحبوها تكون خطرة بزاف ولا تكون خفيفة هذا يرجع لكم ولكن ما يهمش لنا احنا رح ناكلوها مع الروز وايضا رح نغطسو فيها او نغمسو فيها هذوكلي ساندويش اذن هذا هو الطبق تعنا لناها اليوم طبق سهل وسريع وبزاف بنين وشكله بزاف راقي وكما قلتكم ميجيزاكي سرتوفي هذا رمضان من اروع ما يكون تشبحوا به الطاولة تعكم روعة روعة اذن هذا يوصلنا نهاية هذو الفيديو ما بقى علي نقول لكم شهادكم بالصحة ما تنساوش تدعموني في الانستغرام لكم تشوف في اسفل الشاشة شاف صلاح البتن ان شاء الله نطلقوا في عدد اخر مع وصفة اخرى تهالله في روحكم والسلام عليكم